أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرى حب دفي في هذه الفقرة النجم الكبير الكابتن محمد حشيش إزاي كابتن محمد تشرف ومنور صحيح جداً موجود حضراتك معنا خليني أبدأ مع حضراتك أنا عارف أن عاكي ستكلم عن كاس العالم ولكن خليني أبدأ مع حضراتك النهاردة برؤيتك لمباراة الأهلي وفاركه طبعاً يعني مهم أول مكسب ثلاثة بنت بعد طبعاً حسارة البنتين بتاع الماتش اللي قبل كده نعم مكسب كويس فيه كذا حاجة إيجابية طبعاً إصرار اللعيبة والنادي الأهلي لغايت آخر ثانية ولقطة الإضافة إنه هو طبعاً يحرز المكسب دي حاجة معودنا عليها النادي الأهلي بس يعني التوقيت كان صعب طبعاً صعب قوي طبعاً خلاص كل الناس اعتبرت يعني أن المباراة خلصت بس طبعاً الهدف جيه توقيته يعني بعد النهاية خلاص يعني بعد الوقت الأساسي صعب اللعيبة طبعاً بازلت مجهود كبير ولكن طبعاً لازم نحن نقول إنه إحنا لازم نستفيد من دروس يعني كل مباراة لازم نستفيد منها أهم حاجة برضو إنه إحنا المباراة اللي زي دي لازم الماتش يتقتل من الشرط الأولاني أو من البداية أول تلت ساعة أو أول نص ساعة في المباراة لازم النادي الأهلي يحرز أكتر من هدف عشان ما يحطش نفسه في الموقف ده عشان إحنا قلنا قبل كده السنة اللي فاتت كان فيه يعني مشاكل كتيرة وكنا فرقين بابناط كتيرة جداً جداً نتيجة برضو ليه العدم التركيز فيه الفرص اللي كان بتيجي للنادي الأهلي واحد دي بتفضل معلقة يعني معلقة المباراة وفي نفس الوقت بتدي أمل للفرقة اللي قدامك أياً كانت قوية أو ضعيفة صحيح إنه هو يرجع للمباراة وحصلت المباراة اللي فاتت صعوبتها كمان إن أنت لما المكسب الكويس بتأخر بتضطر تضغط بكل قطوطك بيبقى فيه مساحات وراء بيبقى فيه بتبع معقاة أو تعب أكتر سواء عصبياً أو بدنياً كمان بتدي فرص للفرقة التانية حاجة مرتدة تيجي تخسر ابنات بتقعد يعني تتعبك بعد كده في مشوار الدولي الميزة اللي أنا شايفها أن برضو الراجل بيحاولي لعب كل الناس شايفين النهاردة برضو فيه ناس جديدة لعبت فيه طبعاً كانت إخافات زي مثلاً محمد عبد النعم ياسي إبراهيم لعب مع متولي تاني محمد هاني برضو عايز الراجل برضو يقربه شوية ويرايح أكرم شوية فعايز يديله عشان برضو لازم الفترة اللي جاي مباريات كتيرة وانت داخل على معترك كبير في فبراير طبعاً كاس عالم بمعنى آسف بمناسبة المباريات الكتيرة هو هيحصل زي السنة اللي فاتت بالزبط يعني السنة دي جي كاس العالم النادي الأهلي لم يطلب النادي الأهلي كذا جاي لكاس العالم أنت هتلعب من يوم 1 فبراير ليوم 11 فبراير فأقول هتسافر مثلاً من يوم 25 مثلاً 25 يناير مغاية مثلاً بغاية لما تضع بغاية بالزبط صحيح؟ صحيح هيديع منك تقريباً أربع مطشاط أو ما بين أربع من ثلاثة لخمس مطشاط تمام صحيح؟ طبعاً طبعاً الأستاذ عامر حسين أول مباريح اتكلم وقال أنا مش عارف أعمل إيه والدوري كده هيخلص طب ما هيخلصش اتماعيته بالزبط يعني أنا كنادي أهلي حضرتك ما تجيش تقولي أنا هلعبك كل يومين زي ما كنت بتعمل السنة اللي فاتت صحيح وأثر ذلك بشكل سلبي على كل اللاعبين مليون في المية مليون في المية كيف يمكن أن يتم تضارك هذا الأمر من بدري صحيح لأنه أنا متأكد اللي حيحصل إيه إنه حيجي يقولك يا جماعة أمه أنا ما عنديش وقت وأنا عايز أخلص بدري ما تخلصوا واحد خمسة خلصوا واحد ستة صحيح أنا زيان بيي أنا كنادي أهلي أنه أنه أنا جالي يعني أنا بمس البلدي أنا كنادي أهلي بمس البلدي زيان بنا إيه ودي حاجة مش في الحزبان يعني نتيجة لإستضافة المغرب نادي الأهلي دخل في البطولة صحيح فدي حاجة قهرية بس في نفس الوقت برضو ما تأثرش عليها في بطولة الأساسية اللي في بلدي إن أنا أرجع زي الأول لأن أربع خمس ماتشاط إما هتضغطه مع بقية المبارات اللي هي الجدول العادي هتلاقيني بلعب نفس القصة وهتلاقي المنافسين بتوعي لا بالعمل مريحين مصبوط يبقى ده مفيش فير في الموضوع ده صحيح فلازم يعني هو طبعا مش قرآن وأعتقد أن الناس اللي كانت بتقول ولازم وجده اللي يبقى منتظمه بتاع يعني في حاجات موجودة لازم تغير اللي حصله مش قرآن يعني لازم أطول المدة شوية عشان برضو تكافؤ الفرص هنا يبقى واحد بيني وبين المعيبة قدر النادي الأهلي إنه هو دايما في المحافل الدولية إنه هو في كاس العالم للأندية وجي غزبا عن الناس الناس كلها في ناس طبعا زعلانة من الموضوع ده بس وأعايز أقول حاجة تانية لو أي نادي غير النادي الأهلي راح برضو كانت هتعمل معا كده بالزبط كده يعني أي حد تاني نسأل مجرب ما هو السنة اللي فاتت حضرتك والسنة اللي قبل أنت لعب اتنين كاس عالم وبالتالي لما تلعب كاس عالم بتبقى عارف إن فيه وقت معين ماشي أنا ما عنديش مشكلة على فكرة لكن أنا بمثل بلدي فما ينفعش حضرتك تقولي إنه عشان بتمثل بلدك أنا أحدي لك كل يومين ماتش محنا جربنا لأ جربنا السنة اللي فاتت وشفنا العقاب إنه انت خسرت الدوري صحيح وبعدين أنا رايح كمان هناك مشتقديت واجب النادي الأهلي بياخد مركز صحيح وبتطلع كل مرة إنه يعمل مركز أحسن مصبوط فبالتالي الضغوط عليه هناك ومورات قوية جدا جدا وفيها تعب وفيها بدني وفيها أعصاب وفيها حاجات كتيرة فأنت لازم تراعي الكلام ده كله لما ترجع هنا أنا أعتقد أعتقد يعني إن الحاج عامر حيبقى عنده من الفطنة إنه ما يكررش الكلام اللي حصل السنة اللي فاتت والتعب والكلام الكتير اللي هو من أسباب خسارة النادي الأهلي البطولة المحببة هو بس مش عشان أسباب خسارة النادي الأهلي ولكن هو عشان يجب أن يكون هناك عدالة حتى في مواعيد المباريات وهنا طالما طالما في عدالة يبقى خلاص أنا مش هتكلم بقى خسرته ولا مخسرت ضبط كده إنما لما تقولي ضغط مباريات وأنا أبقى مجهد وتعبان لو أحسن العيبة في العالم هيقولك أنت بتتكلف في الموضوع ده من دلوقتي أيوا يا فندم أنا بتتكلف في الموضوع دلوقتي وبقلقي نظر على هذا الأمر علشان إحنا الفترة اللي جاية عندنا ماتشات كل 3-4 أيام مباراة حتى كاس العالم وبعد كاس العالم هتخش في كاس العالم وتشوف الدنيا وبعدين إنت كلامك صح وإحنا ليه دايما بنتكلم في آخر لحظة إحنا بنقول من بدري ودايما الندي الأهلي دايما بيسبق وباصص لقدام في حاجة زي كده مش وليد الصدفة وده سر نجاح النادي الأهلي إنه هو بيفكر في كل صغيرة وكبيرة قدام فإحنا من دلوقتي عشان يقولش أو التراجع بقى عشان إيه بعد مثلا جيت لقدر الله غلط وماتش وتقول السنة مجهد لا إحنا بنقول من دلوقتي وعندنا تجربة حية السنة اللي فات سنتين اللي فات سنتين اللي فات في ضغط المباراة فإحنا بننوه من دلوقتي وإنت كويس أنت بسير الموضوع ده من دلوقتي على أساس أن ده يتحطف في الاعتبار مع الجدول حقيقي لأن القصة اللي حصلة دي ما كانتش في الحزبان دي طلعت بالزبط لأنه الراجل بيعمله من دلوقتي زي ما حضرتك قلت يعني مثلا مريح أكرم توفيه النهاردة لعيبه آخر خمس دقايق عشر دقايق ملاعب محمد هاني من بداية المباراة مقاعد فلان وملعب مقاعد بحمدي فتحي مقاعد يانج بعدين طلع بيدور الفرق والنهاردة مطلع شادي برا القيمة ومدخل حسام حسن ومحمد شريف لعب ببرونو سافيو ومقاعد فبالتالي فيه عنصر تاني كمان إسلام وانت برضو التدوير كل حاجة كويس كل حاجة بس لقدر الله ما انت فيه برضو حدة الإصابات لو جات لك إصابات لو جات لك هتعمل فيها إيه؟ هتعمل فيها إيه؟ فهو الطبيعي إننا نلعب في وقته الوقت الطبيعي إننا ناخد راحة زي ما بنلعب دلوقتي ثلاث تيام مثلا والعب إنما أو أربع تيام والعب إنما مجيش يومين والعب ماتش يومين والعب ماتش وإحنا دلوقتي في بداية الدوري بعد كده طبعا الإجهاد بيبتدأ يظهر من نص بقى الدور الثاني أو من دور الثاني فانت فاهمت إزاي؟ فالحاجات دي كلها بتحط في الاعتبار يعني طيب نرجع تاني أنا أسف تلاقي أنا برا مباراة فاركو يعني اللعبة محتاجة أن هي تركز أكتر إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية لأنها فترة صعبة احنا عارفين إن الدنيا مجهدة وكل حاجة ولكن في نفس الوقت الراجل بيحاول على قد ما هيقدر لازم يبقى فيه تركيز أكتر نعم زي ما بنقول إحنا مشكلتنا في إضاءة الأهداف أنت عارف أنت لو ما بتوصلش خالص يبقى فيه عندك مشكلة أوكي إنما أنت بتوصل بس حتة الفينشينج دي يعني هي اللي مؤسرة شوية لازم اللعبة تركز شوية ولازم اللعبة تبقى حطها في دماغها الدوري السنة دي صعب جدا لأن الفرق كلها حصل فيها تدعيمات كتيرة شايفين النهاردة فاركو فرقة محترمة ومعها مدرب كويس وبتلعب وفيها أسماء جابوها من أندية تانية وبقالها باع كبير في الدوري عنها خبرات فأنت لازم برضو أن أنت تحط في الاعتبار أن ما فيش ماتش سهل باستثناء طبعا ماتش النهاردة اللي شوفنا النهاية التانية فيه فرق اللي هي ما دعمتش خالص دي دي يعني لازم ترحل نفسها حرص الحدود الحقيقة من الفرق اللي أنا حتى يعني أنا بحب جدا فريق حرص الحدود وكل حاجة ولكن أن يظهر بهذا الشكل أعتقد المنضوع صعب جدا أنا استقربت النهاردة ونتفرج على الماتش أن الفرقة مستسلمة العناصر حتى كمان يعني اللي موجودة يعني على مستوى الأداء الجماعي والفردي لا يعني الفرقة حتى يعني ما بتلعبش بإمكانيات اللعبة بتاعت فتح الملعب وكان ممكن لو الفريق المنافس ممكن كان جاب ستة سبع عادي يعني مطش مفتوح تماما يعني إنما فيه فرق تانية مدعمة كويس قوي وجابة لعبة كويس قوي فالماتشات هتبقى صعبة جدا فاحنا بنتكلم من البداية أن احنا لازم نركز كويس فيه المباريات اللعبة تركز الراجل كمان خلق نوع من أنواع المنافسة بين اللعيبة دي المفروض تعالي المستوى واللي بيحط رجله في المعنى أنا مش شايف في النادي الأهلي دلوقتي أساسي واحتياتي حقيقي أنا ما اقتدرش تقول الحداشر الأساسي دلوقتي فيه أكتر من 16 لعيب أو 18 لعيب بيلعبه في المباراة لو جينا عدينا المباراة اللي فاتت هتلاقي يمكن كل مباراة فيه عناصر جديدة موجودة نعم فلازم اللعيبة تحس أن انت لازم تنزل تموت نفسك وتعمل اللي عليك لأن انت ممكن لمتش اللي بعده ما تلعبش فدي مهمة جدا جدا اللعيبة برضو تستعيد مستوها التركيز زيان وبقولك طول ما انت بتكسب المكسب بيجيب مكسب كل ما انت بتكسب بتصدر للمنافسين نوع من أنواع الأحباط أن انت ماشي على طول أول كعادة النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله نستفيد من مباراة النهاردة أنا دايما بكلم مع جمهوري الأهلي وقولهم يا جماعة إحنا عندنا أخطاء عندنا أخطاء لكن خلينا نتناقش في الأخطاء والسلبيات يعني أنا دايما لما بجي أتكلم أنا دايما بحب أتكلم في الإيجابيات حتى لو كانت المباراة فيها نوع من أنواع اللامبلاء معرفش نسميها زي ما نسميها ولكن في النهاية أنا بشوف أن أنا عندي نواحي إيجابية يجب أن أركز عليها خصوصا في مثل هذه الفترة ولكن من أهم الأخطاء اللي احنا دايما بنقع فيها كثرة إضاعة الأهداف صحيح وأن أنت الكرة الوحيدة اللي بتروح عليك بتخش جون دلوقتي حاجة غريبة جدا هي دي المشكلة يعني هي دي المشكلة وبعدين برضو لو هنتكلم في حتة فنية شوية نعم يعني أنا طريقة اللعبة اللي بلعبها بلعب باتنين ديفندرات فلما يكون بلعب باتنين ديفندرات سابتين وشوفنا في الماتشاط اللي فاتت برضو النواحي الهجومية عندهم قليلة شوية فهو مركز في الحتة الدفاعية نعم فما ينفعش أن أنا كرة مرتدة أو كرة طيشة أن أنا أبقى متراخي يعني زي الجون النهاردة اللي جيه لو استرجعنا الجون الراجل بيستلم في نص ملعبنا وبيخش على جوه والراجل المساك ماشي معه ما فيش التحامات كان ممكن مثلا يعمل فاول تكتيكي عادي والراجل اللي راحة الجون ما فيش حد برضو دايقه هو بيشوت برضو الشناوي برضو في جانب من المسئولية من ناحية الشناوي طبعا لأنا جاية في القريبة صحيح يعني جاية في القريبة أنا كجون بقفل الزوى القريبة الأول لو جاد بقى يعني في الزوى البعيدة ده براعة أو مهارة مهاجم قدامي صحيح فبعض الحاجات دي لازم كلها طبعا نستفيد منها وزي أقول لك أيوة الحتة الدفاعية بتاعتنا لازم يعني يعني لأن كل الفرة أسلامي اللي بتلعبك بتعتمد على الحتة دي مزور بتقفل نص ملعبها وبتعتمد على الحتة اللي هي المرتدة تعرف أنا وجهة نظر يا كابتن برضو خلينا نتنقش في هذا الأمر يعني أنت الشوت الأولاني 6 فرق 4 فرص خلينا نقول 4 فرص واضحة لو حضرتك جبت منهم اتنين صحيح ماتش خلص أو مش خلص ولكن أنت نفسك للاعب أتالت الفرقة التانية استليحت كمان صحيح لكن أنت مشكلتك في إيه أنت بتجيب جون وبتضيع التاني وبتضيع التالت وبتضيع الرابع ويخش فيك التعادل يبدل بقى مستعجد وفي نفس الوقت اللي بيضيع برضو ما هو نفسيا بيتعب وبيبقى عصابه تعبانة وبتوتر عايز يعوض خايف الماتش ينتهي لقدر الله بحاجة تمامك يتحمل هو المسئولية فأنت ليه ما ترايحش نفسك جنين على الأقل عشان تبقى حتى لقدر الله لو فيه هفوة دفاعية وجي فيك جون أنت ورده لازلت ومظبوط والحضرات بتقوله لأنه في النهاية في حالة أن أنت أحرصت الهدف المشكلة في أن أنت ما بتجيبش لكن المشكلة الأكبر كانت أن أنت ما بتروحش لكن أنت بتروح أنت بتروح وبالتالي ده المهم يعني الأصعب أن أنت بتهاجم وبتروح للجون حي فالأسهل أن أنا ركز بقى في آخر واحدة وبرضو لو إحنا برضو تكلمنا معلش حسنا سمعتك بتقول برضو في الإنترو أنا مش شايف اللجون بتاع سافيو أنه فيه أفصائب ولا أنا يعني أولاً الكرة مع كريم وحطها وهي بتخبط في العرضة كان لسه سافيو جاي من وراء مش واقف هو مش أفصائب على سافيو هي أفصائب على كريم ولا كريم هم وغدين على كريم لا لا خالص أنا قلت كده حتى قلت في الإنترو أن أنا بحس أن بيبقى فيه تنين وقفين واحد وقف في الناحة دي واحد وقف في الناحة دي وهم اللي بيزبطوا الخط على أساس لأنه حتى كأن واحد مسكوا من هنا واحد مسكوا من هنا لما الجون جاي إحنا استغربنا يعني اتحسب أفصائب ليه بالزبط لأنه هو كمان مش مثلا فيها شك ما أحيانا لو فيها شك أنت بتوقع تستنى مصبوط مصبوط إنما أنا شايف أنه هو يعني متأخر خالص عن الراجل واستلم وحطاء يعني تفهم إزاي حتى لو تشوف اللعبة بتاعة فاركو ما حدش رفع إيده يعني ما حدش رفع إيده إما كريم استلمها فدي برضو حاجة غريبة برضو حدخلنا في حتة يعني برضو التحكيم أنا مش شايف أي تحسن في موضوع التحكيم ده بصراحة خلال الفترة اللي فاتت الراجل بقى له فترة موجود كنت شايف ده إنه هو يعني عكس على التحكيم إنما فيه أخطاء وفيه حاجات صعبة جدا جدا يمكن أنا كنت بقى رائب مطش مبارح مطش الدوري ممتاز مش هتكلم برضو على التحكيم والحاجات دي فيه أخطاء حصلة وبينة ووضحة وفيه تأخير وفيه حد بيزق عشان تبقى وقف تبشو يعني لا 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 بقصة وبعدين إحنا كمان عندنا مشكلة دلوقتي إحنا بقدنا شهر واخدين جرعة قوية جدا جدا في كل حاجة مظبوط فنيات وتحكيم انت شايف الطقم الحكام بتاع النهاية عامل إزاي ومطش مش صعب عشان النهاية لا صعب عشان هو كان صعب فيه مواخف تحكيمية صعبة جدا جدا والحكم كان صارم وكان الحاجات بياخد قرارات واضحة وفيه قرارات مرجعش فيها للظهر خد قرار على طول من نفسه بسجوط فطب احنا هنتعلم امتى يا جماعة طب احنا يعني جايبين حد خبير ولازم لازم الناس تحس ان فيه حاجة حاجة بتحصل حاجة بتحصل وبعدين احنا لسه في بداية الدوري ومال بعد كده اما العملية تسخن والشد يبقى زايد طب الناس هتعمل ايه فلازم بقى فيه وقفة كبيرة لان انا مش عايز ارجع بقى للقاعدة كمان قاعدة تحكمية الحكام بقى اللي بتقول ناشئين والكلام ده يعني عايز اقولك عايز حلقة كاملة بالنسبة للموضوع التحكيم يعني يعني حلقك شايف ان حتى الان لم يحدث اي تطوير انا مش شايف اي تطوير خالص للتحكيم خالص وبعدين انا برضو يعني احنا تعلمنا من كاس عالم موضوع مثلا الوقت الاضافي اللي كان بيتحسب صحيح طب انت لازم القصة دي انت تراعيها وان كان مثلا ما جالكش حاجة رسمي بيها من الاتحاد الدولي بس انت كحكم الوضع الطبيعي انك تحسب الوقت الاضافي صح اللي ضاع عشان حتى تمنع احنا المتشاط يا اسلام بتاع الدور المصري المتش تسعين ديئة بتلاقي مثلا صفصف على خمسة وستين ديئة نهارده شوت التاني كافة انت ملعبتش انا اتحدى ان احنا لعبنا من يعني نصف ساعة على بعض مش معقول الجن بيضيع معرفش ايه واللعيبة بتوع وبعدين تقوم لازم بقى في حاجة رضاعة للموضع ده عشان تستمتع بكرة عشان تاخد وقتك الفرق لازم تاخد تسعين ديئة كاملة فانت لازم تحسس الناس انك هتحسب الوقت مزبوط وقت كافي عشان حتى اللي في دماغه بقى عايز يضيع وقت ولا عايز كذا ولا كذا بتضيع حلاوة المباراة وبتهمد الفرق التاني اللي هي متحمسة مثلا وعايز اتكمل في الحماس بتاعها انت بتوقف في المباراة انت كنت لعيبه عارف ان الكرة ما بتوقف كتير انت خلاص بتهمد فان شاء الله انا اتمنى يعني بقى فيه يعني تحسن فيه موضوع التحكيم ده لانه عنصر مهم جدا جدا وعلى فكرة احنا شفنا النهاردة مثلا في مباراة طرفها اكبر نادي في مصر طب والمباراة بقى التانية بيحصل ايه يعني تفاهم ازاي انا مش عايز اتكلم على الممتاز به والتالت والرابع والكلام ده يعني حاجات انت بقى حاجات غريبة اللي متابع وشايف الكلام ده طبعا الموضوع ده يعني التحكيم هو تحكيم العدل في كل حاجة سواء في ممتاز سواء في تالتة في تانية في رابعة هو التحكيم هو التحكيم لازم عدل في جميع الدرجات يعني صحية طيب هل من وجهة نظرك تولي كابتن ايهاب جلال قبل المباراة بتلت يام اصفر بشكل ايجابي على فريق فاركو يعني طبعا مش هنقول ان هو اصفر يعني بشكل ايجابي او طبعا عشان ما نسيبش برضو الفضل ليه كله الراجل قبله برضو عمل شغل كويس مع الفريق ده الميد يمكن فاركو كانت من اقوى مثلا خطوط الدفاع في الدوري وكان عمل معهم شغل بصراحة كويس وانتقاء اللعيبة وكده هو انما اهاب ممكن يكون يعني يمدي بقى العمل النفسي شوية ممكن يكون ناقل الخبرات وفي الماتشاط المهمة اللي هي ببقى طرف فيها طبعا النادي الاهلي او النادي تاني او 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 المنافسة الكبيرة يعني ممكن يكون ناقل خبرات وانتعارب برضو تغيير الدم بيفرق مع اللعيبة جدا تحس ان الجهاز تغير بيدي نوع من الحماس وبيدي نوع ان كل واحد بقى عايز يثبت عشان يبقى سواء ما بلعبش يبقى اساسي سواء اساسي عايز يفضل موجود في في التيم فده طبعا كله اكيد برضو اصر اصر وبعدين عايز اقول لك حاجة يعني طبعا كابتن اهاب ده مدرب كبير بس احنا عايزين نقول اللعيبة نفسها دايما قدام النادي الاهلي بتبقى مختلف جل بيك يطلع كل طقته وكل حماسه لان هو ده المطش اللي بتشاف فيه هو ده المطش المنور هو ده المطش اللي بتعاد هو ده المطش الناس مركزة فيه ما يلعب قدام النادي الاهلي وبانت بمستوى عالي فده حاجة كويسة بالنسبة له غير ما بيلعب معصلا مع اي فريق اكوال بالنسبة له صحيح طيب برضو حضرتك النهاردة في المباراة من افضل اللاعبين من وجهة نظرك فيه فريق فاركو والله انا شاف ان رامي كان كويس ام صبري كان كويس رامي صبري في الدفاع في الدفاع كان فيه برضو لعيب فيه احمد اشرف فيه لعيب افريقي برضو كان برضو من لعيب الموازل اللي نزل برضو عنده سرعات سريع جدا وانا استغربت ان هو يعني وكويس الحمد لله عن نزله في الاخر كده اعتقد ان ده ممكن حيبقاله دور مع عكابة نهارة اه ممكن يكون برضو لسه ماخدش قبل كده فبرضو بيجربه انما هو كان برضو فارق شايفه سبرينتات عملها كبيرة يعني اه على الجانب الاخر النادي الاهلي هل من وجهة نظرك النادي الاهلي يحتاج اه انا شايف ان المجموعة مجموعة يعني كبيرة ومميزة وزي ما قلت ان فيه دلوقتي في المركز اكتر من لعيب صحيح بس انا برضو يعني وده يمكن من بدري انا بقوله اه انت عارب برضو السن بيبقاله وضعه ايه فانا بتكلم على ناحية الليفت احنا لازم يبقى برضو عندنا اه حاجة برضو ناحية الليفت غير طبعا معلول اه ومحمد اشرف اه لازم بقى برضو فيه لعيب برضو على مستوى لان برضو علي اه بلعب على طول والذي ما قلنا المتشاط جاء اسلام كتيرة صحيح والبطولات داخلين فيها سواء كاس علم اندية او البطولة الافريقية هيبقى الحمل عليه كبير قوي فانت عايز برضو لعيب لان النادي الاهلي عودنا خلال الفترة الفاتت دي مفتاح لعبه من ناحية علي معلول ناحية الشمال ايه والجنب التاني ناحية المين انا برضو مستغرب النهاردة لو هتكلم في حتة كده سريعة برضو فضل اه الراجل كان بلعب النهاردة بغير راس حربة اه النادي الاهلي دايما معودنا زي ما بقولك هو الخطورة في الاطراف عنده الاطراف دي محتاجة يعني انا مش كل هجومي لازم يبقى اختراق من النص احيانا بيبقى القلب دايما مقفو تمام عمل كده في الماتش اللي بعده برضو مع بيرسي تاو لغاية لما تصاب هو بيرسي تاو برضو ما يعتبرش راس حربة صريح صريح بالزبط فبالتالي هو دلوقتي يعني الماتش اللي فات برضو لعب بأعتقد شادي شادي لعب شادي التدب شادي بس شادي انه لعب ناحية الشمال شوية اه يعني لقصده انه هو في اطار التجارب لانه هو بيجرب دلوقتي حتى في الوبارات الرسمية بيجرب لعيبة وبيجرب طريقة وبيجرب اشخاص في بوزيشن معين اوكي جرب حتة الراس الحربة ودلوقتي انت بتحتاج برضو في بعض الاحيان يعني النهاردة مثلا الجون التاني جي عمد شريف في الحتة دي في حتة الراس الحربة اوكي يعني الجون جي من الحتة دي سافيو عملت له عملت له حطها يعني انت فهم لقوا معاك حسام حسن برضو في واحدة على طول حطها اللي جات من الحتة دي لان المتشاط في الآخر بظروفها اللي حصلت دي واحد واحد ان الفرقة التانية بتقفل خالص خلاص بتقفل خالص سعية الحقيقة كل واحد اللي ما يجي يمسك الكرة بما تيجي تبص على المباراة لو هات لنا سامير لقطة لو في حاجة زي دي وهو واحد اي باكي يعني محمد هاني او اكرم لما نزل او ناحت تاني عالم علول او عبدالقادر او زامو او عسين الشيحات او كريم اه وهو بيجي يرفع كله يعني بيلاقي مثلا مش ممكن سبعة اورنج ابو الزبط مع سبعة احمر النادل الالي شارع رمسيس بص بص كابتن بص بص كم ده بص كم ده بص دي لجات جون اه طبعا بص كابتن خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تخيل العشر تقريبا ابو الزبط لا اه مش تقريبا اهو واحد اتنين ثلاثة اربعة اهو الحداشر يعني الحرس المرمى والحداشر والعشر اللاعبية طب قول لي بقى وانت عندك بص سايبين الاطراف فضل لا وانت عندك كم واحدة كابتن واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس فخمسة مع واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة وخمسة اتناشر واحد في منطقة الجزائر عملية صعبة عملية صعبة جدا جدا فنقصد برضو ان انت محتاج في دي ان انت يبقى برضو حد من برأس حربة مميز في ضربات الرأس في الحتة دي يعني انت فهم زي دي عدت بص دي عدت ورجعت بالعرض تاني نعم ما نقصد في اوقات بتبقى محتاج وهي من مرة واحدة صح يعني محتاج من مرة واحدة لازم وشوف نحن طبعا في كاس العالم اللجوان اللي جاءت بدربات الرأس عملية ازاي الناس اللي بتجيه دربات الرأس طبعا الراجل بتاع المغرب ده اللي نطل الدور التالت ده اه واخد بالك ازاي حطها حل حل من الحلول يعني طبعا طبعا في في الشكل ده من التكتل اللي انت عديته هو كامل عايب بص بص على الخط بص في جون كامل واحد فالعملية صعبة جدا جدا فانا اقصد ان يبقى فيه برضو ايه تجارب انت لازم برضو اسلام ايه اه يعني برضو انا عايز اقول حاجة تانية برضو التصويب من الخارج محتاجين صحيح ما شفناش برضو ان الكرة التي مع الميا اللي بيعملوها بتجري بتجري بشكل جامد وبتحل التكتل ده لو انت شوطة صح من بره لازم لازم يعني لازم برضو بقى فيه يعني تستخدم كل اسلحتك سواء اختراق من نص سواء لعب على الاطراف سواء تصويب لازم الحاجات دي تتعامل كلها برضو الدروس احنا بنقولها او النقاط بنقولها طبعا ان شاء الله الراجل طبعا احنا مش هنبنعدل عليه ولا حاجة بس احنا بنقول برضو اللي شايفينه واهم حاجة اللي احنا اتفقنا عليها هو التركيز في الفرص من بداية المباراة عشان تستريح وتفتح اللعب وتمنع التكتلات لان واحد مغلوب اتنين صفر هتكتل ليه بقى تطر يهجم الله ينهار عليك هو ده شكت انا بقولك هو سر الفوز دائما ما يكون يا جماعة نجيب جوان نجيب جوان هت واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وعشرة ما تحطش ضغط عصبي عليك على نفسك وعلى الجهاز من برا وعلى الدنيا كلها واخد بالك وبشيف بقى طبعا اللي هو يعني مش محتاج شادة لان هو ده طبيعته الجمهور للغاية اخر رحظة وغاية اخر دقيقة والنادي الاهلي متعادل وما بطلوش تشجيع وتشجيع بشكل كبير جدا جدا بدعم للعيبة فالجمهور بالصراحة تحية كبيرا دي مش جديدة طبعا على جمهور النادي الاهلي النهاردة الغاية تدقى ستة وتسعين طبعا لغاية لما شريف احرز الهدف والحياة الجمهور دائما ما يكون بظهر النادي الاهلي ونطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائل المشاهدين كابتن عشيش ظهرة غريبة جدا همش غريبة يا دايما بتحصل بعد الأسبوع الثامن سبع مدربين والنهاردة بدأت مبكرا يعني جدا سبع مدربين اتغيروا والنهاردة الثامن أعتقد أو ستة والنهاردة السابع كابتن أحمد كشري في نادي أمبي دي أفا من أفاة طبعا الكرة المصرية والأندية ومجالس الإدارات هل دي بترجع لعدم الاختيار الصحيح من البداية للمدرب باستعجلين قوي على الكلام دا لسه بدري قوي يعني 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 حالك شايفها شمعة طبعا أكيد يعني يعني أو في ناس أكبر بتحسيبهم في ناس كذا بس أنا شايف اللازم المدرب ياخد لأنه مفيش مدرب يعني على الأقل يعني لو لو دور كامل بس على الأقل يعني دور كامل يكمل ولو لقيته بقى أنه هم فيش فايدة خلص يبالعب من المدرب مين اللي من وجهة نظرك المدير الفني من الستة سبعة اللي مشيوا اللي تظلم من وجهة نظرك هنتكلم على آخر حاجة كشري يعني أنا شايف أوي 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 إنما ظروف المطش جات كده والطرد والحاجات التحكمية برضو اللي كانت غريبة في الموضوع إنما هو من المدربين الكويسين جدا جدا يعني أنا شايف ده أقرب واحد يعني إنما إحنا هنفضل بقى كل شوية تغيير مدرب وبعدين التغيير المدرب ده يعني هو مش جايب عصة سحرية هيزبط لك الدنيا في حاجة ممكن ممكن أقول ما يجي مثلا نكسب ماتش بالصدفة تقول بس هو ده اختياري كويس وترجع شوفنا السنين اللي فاتت إن في أندية غيرت أكتر من ثلاث مدربين في الموسم صحيح هل ده بيحصل في العالم ما حدش بيعمل الكلام ده خالص يعني فهي ده ظاهرة غريبة جدا لازم الإختيار من بدي من الأول كويس بس مين اللي بيختار برضو ما هي ده المشكلة يعني مش هنقول أغلب يعني مش هنقول كل مجالس الإدارات بتبقى عندها الناحية الفنية لأن اختيار المدرب ده مهم جدا واختيار المدرب بيبقى أنت عايز إيه من المدرب ده مش مدرب وخلاص صحيح يكسبني صحيح طيب هل أنه عايز مدرب يخليك أن أنت تبقى لسه قاعد في الدوري ولا مربع زهبي ولا بطولة ولا ولا حاجات كتيرة ولا يعمل تستحمله سنتين تلاتة عشان يطلع بفرقة من الناشئين يطلع بمجموعة يختارها يكمل بيها ولا أنت بتختارها على أي أساس فلازم صاحب القرار ده يبقى فاهم الموضوع ده إنما مش واحد يمليه كده أسلام والنبي أنا عايز فلان فلاني هاتولي والنبي أو يا محمد مش عارف في الناحية رأيك في الراجل ده كويس ده شايفه عمل ما نجيبه من حتى ما ينفعش يعني ما ينفعش لازم الاختيار يبقى سليم يدي فرصة كويس قوي قوي أنت ما عليك إلا أنك توفر لأن فيه برضو بعض الأندية مش موفرة للمدرب كل حاجة وبتحزبه وعزي يكسبه لو ما كسبش يتمشيه يعني أنت فاهم إزاي لأن هل أنت موفر له عملت تدعيمات كويسة ده فيه مدربين جم كمان مش هما اللي اختاروا يعني فيه بعض مجالس الإدرافة بيختار اللعيبة من نهاية الموسم اللي فات بيبتدي هما يختاروا لعيبة قبل ما يختاروا المدرب اللي حيمسك يعني مفروض أن المدير الفني ده هو اللي بيجي من بدر قوي وهو اللي بيشارك أو هو اللي بيبقى على الأقل مسؤول عن الاختيارات دي وتوفر له الكلام ده وتوفر له لايحة كويسة يكون حطتها بنفسه عشان يقدر يدير الكلام ده لو عملت الكلام ده كله والنتائج مرة في التانية يعني تدي له فترة كويسة محققش ماشي إنما مش مش على طول مش على طول عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن هذه الظاهرة الصعبة جدا والغريبة جدا نطلع نشوف تقرير عن ظاهرة تغيير المدربين في أندية الدوري المصري ونرجع نكمل مع حضرتكم طيب طبعا التأيير ده تعمل قبل ما الكابتن أحمد كوشر يمشي نضيفه نضيفه المشكلة إسلام كمان يعني إن الديرة هم سبع تمن مدربين بيلفوا على الأندية يعني أنا مثلا أنا مسكت نادي المصري وما عملتش نتائج والراجل الناس مجلس إدارة قرروا إن أنا لا أصلح أو إن أنا ماشوني عشان أنا مش عامل نتائج ومش كويس صحيح ما روحش أمسك مثلا دجلة ما روحش أمسك بنك أهلي في نفس الوقت يعني من هنا إلى هنا واخد بالك روحش أمسك فاركو يعني إيه اللي هيغير إيه اللي هي يعني أنا اتغيرت في إيه عشان من هنا إلى هنا وجهات نظر خطأ طب أنا بقى طالما يعني الإسم اللي أنا جبته وممشيش معايا كويس طب ما جرب بقى حاجة حد جديد واكسب سواب في الجديد اللي جاي ده واخد بالك مدرب واعد وكويس إن أنا مسك وممكن يعمل معايا طفرة صحيح وعنده فكر عنده حاجة تانية يقدر إديها إنما يعني أعجب تجربة أسوان الحقيقة مع كابتن أيمان رمادي طبعا بس هم برضو برضو يعني استعجلوا على كابتن ربيع برضو استعجلوا على كابتن ربيع وخلي بالك موامين اللي أسس الفرقة دي بالضبط كابتن ربيع بالضبط كده فأنت برضو ملحقش ده ماتشين ثلاثة ماتشين ثلاثة أربعة بالكتير فكابتن أيمان طبعا من الخبرات وكل حاجة أهو ده مثلا وجه جديد في الدوري المصري أنا بقولك أنا عجباني عشان كده أيوة عشان كده عشان كده طب ما تعمل الكلام ده بقى من عندنا بس هم كابتن أيمان يعني حاجة وخمسين لا لا ده قديم طبعا يعني أم سواء بره مصري كان بيدرب وجه جديد في مصر طب ما تعمل الكلام ده مع المدربين الوعدين يعني كطر يعني زي ما بنقول نوسع على مستوى الناشئي نوسع دايرة اللعب ما توسع برضو دايرة التدريب نوسع دربين علشان نشوفه دربين يعني شمعنا الحتة دي يعني طلع الناس تانية بخبرات تانية بأفكار تانية يعني سنة اللعبات الحام شوفنا كابتن عبد الحبيد بسيوني شوفنا كابتن أحمد سامي شوفنا كابتن علي ماهر شوفنا أسماء كابتن عماد النحاس طبعا شوفنا أسماء ممكن عايز أقول لك حاجة برضو أسلام يعني طبعا ما بتكلمش على السن لأن أنا مضيب من الناس يعني كبار وكده بس برضو السن الصغير بيبقى لسه أبضيت بحاجات كتيرة بيسخل بالك برضو يعني الناس كلها موجودة يعني نحن عايزين يتعلموا يعني ياخدوا برضو ما تدرب الفرق في دايرة المتازة هتاخد خبرات يعني تفاهم زيك هتوسع الدايرة برضو نفس القصة لو هنقصها على مدربين المنتخبات ما هي قاصرة برضو على نوعية وأسماء معاناة في المنتخبات بتاعتنا قبل الطفرة بتاعة الأجانب واخد بالك إزاي الطفرة بتاعة الأجانب اللي حصلت السنة دي قبل كده كان مدربين المنتخبات إيه كده ده يجيبوا هنا وده يجي هنا وده يجي كده عايزين نغير الفكر ده عايزين ندي فرص للناس عموما نتمنى أن يكون هناك فرص كثيرة للكل في خلال الفترة اللي جاي أنا بشكرك جدا كنت نحنش على وجودك معانا خلينا بس نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أستاذ جمال الزهيري وأستاذ محمود صبري أيضا حيكونوا في ضيافة البيت الكبير